خان طومان محرر بالكامل والخالدية على أيدي الثوار إضافة لمقتل أكثر من خمسين مقاتلا معظمهم من الميليشيات الأجنبية وتدمير دبابتين لقوات النظام كلها كانت نتائج المرحلة الأولى من معركة واسعة بدأها جيش الفتح بعد إعادة تشكيله من جديد بالاشتراك مع فصائل عسكرية أخرى نحن الآن في خان طومان بفضل الله عز وجل لقد من الله على الأخوة المجاهدين بعادة تشكيل جيش الفتح وبفضل الله كان لجبهة النصرى دور كبير في هذا الجيش وتقسم العمل إلى عدة محاور وكان لجبهة النصرى محور خان طومان وما حولها وبفضل الله عز وجل بدأت المعركة بالتمهيد بالأسلحة الثقيلة على خان طومان والخالدية سيطرة الثوار على قرى خان طومان والخالدية سهل لهم ضرب عمق المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات المساندة لقوات النظام مؤخرا وتحديدا قرى خلصة والوضيحي وكذلك بلدة الحاضر التي تعد من أهم القرى بعد العيس وتلتها الاستراتيجية المحررة إضافة لتأمين أوتوسترال حلب دمشق الدولي وإبعاد أي خطر قد يتهدد السيطرة على خان طومان تعتبر مهمة جدا من أجل أولا تأمين الأسترات حلب دمشق الدولي وهو طريق إمدادنا السريع وخان طومان هي تعتبر مرتفعة يعني هي عالية تطل على أكثر من قرية سيتم العمل عليها بإذن الله في الأيام القادمة مثل الحميرة والقلعجية والقراصي ومستودعات خان طومان مرحلة جديدة من المعارك لن تتوقف سيشهدها ريف حلب الجنوبي خلال هذه الأيام فما تحرير خان طومان إلا بداية أولى لعودة جيش الفتح من جديد الثور الآن أعمالهم العسكرية مستمرة لأتقدم أكثر في عمق المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الشيعية المسايدة لقوات النظام في عمق ريف حلب الجنوبي خالد أبو المجد لأورينت نيوز من خان طومان المحررة ريف حلب الجنوبي